اشتركوا في القناة وكاتسندها وايضا نرحبوا بالناس الجداد لتحقوا بالقناة مؤخرا كما لا تنسوا لايك والشارك فضيحة بيجالاقيل كيف تقول المصريين كيف للجزائر ان تقع في هذا الخطأ الديبلوماسي والاخلاقي الفادح كلكم تفرشوا في الفيديو لانتقد فيه كلام الرئيس عبد المشيد عن الصحراء الغربية المغربية وعن الربط ديالها دائما بقضية فلسطين وهذه سياسة بخروبية قديمة كنت فيتلي سابقا فضحت المقررات المدرسية دائما ما كتبوه فلسطين وكتبوها دائما السحراء الغربية المغربية في محاولة خبيثة يحاول يعطيها الشرعية وانتم معارفين حتى الرأي ديالهم رأى منقولة من رأي ديالفلسطين المهم هذا موضوعنا ديالليوم الموضوع ديالليوم قنبولة ستزعز على الجنرالات في الجزائر والنظام العسكري ستزعز تفضحهم وما دمتم تعادون المغرب الباطل فصوت المغرب دائما ما سيكون مرفوعا لانه صوت الحق المهم وسائل الإعلام الرسمية والغير رسمية في الجزائر انشرات خطاب الرئيس الجزائري اللي قالوا في الاجتماع ديال الدول لعدم الإنحية يعني انشروا هذا الخطاب كاملا كل وسائل الإعلام العربية والعالمية اخذت المعلومات من المصدر الجزائري أي وكالة أنبأ الجزائرية أو الراديو للجزائر كما تشاهدوا على اليسار في الشاشة ذكر في هذا الخطاب أن الرئيس الجزائري يدعو إلى وقف كل عمليات العدوان اللي كان في العالم لا سياما لا سياما في اليمن وليبيا وأن لا ننسى المناطق المحتلة في فلسطين وفي الصحراء الغربية يوجدوا رأسكم لأن هذا الخبر قنبولة العديد من وسائل الإعلام في اليمن ومصر وتونس تعودت نشراتها الدعوة لكتخص اليمن ليبيا فلسطين والصحراء المغربية لكن تفاجأ العالم بأسره أن كلمة مهمة حدفت من الخطاب الرسمي في وكالة الأنباء الجزائرية وفي عدة منابر إعلامية أخرى كالإدعار الجزائرية كالصحف الجزائرية الإلكترونية والصحف الأخرى واتشفقت بعد ساعتين من نشر الخطاب الأول والكلمة التي تحدفت هي كلمة اليمن إذا عدتوا دخلتوا الوكالة الأنباء الجزائرية أو أي صحيفة جزائرية انشرت الخبر لبارح بالليل ستجدوا أن اليمن تحيدات من الخطاب الكامل للرئيس ولم تبقى وخلوه في وكالة الأنباء غير ليبيا فلسطين والصحراء الغربية المغربية فمثلا وكالة الأنباء السعودية انشرت الخبر وقالت أن الجزائر تطالب بوقف العدوان على اليمن يعني لم تأخذتها من الوكالة الأنباء الجزائرية اليمنيين حتى ما فرحوا مساكن وفي المنابر كثيرة روجت الخبر على أن الجزائر تطالب بوقف العدوان على اليمن لأنه خبر يعتبر خبر معادي للإمارات والسعودية من طرف الجزائر وحتى الشرق قبل يومين تكلمت عن نفس الخبر وذكرت في المقال اليال الذي ترى هنا ذكرت اليمن وأنتم أخوتي عارفين شكرا لكي يدير العدوان إمارات والسعودية لكي يدير العدوان في اليمن فشنا هو تفسير ذي لها التراجع في الموقف اللي هو تراجع غريب وتراجع موديل ومن أولى بوقف العدوان وش اليمن أم مثلا مدينة العيون المغربية أو الداخل والله حتى ولت أضحك وما زالا دبلوماسية بكل مقاييس الرئيس الجزائري فيما قبل كان كيتكلم على أن السيادة الجزائرية هي قضية حياة أو موت يوفينا أيضا هذه السيادة ضغطت عليكم الإمارات والسعودية وسحبتوا كلمة اليمن في موقف مخزي على أي سيادة تتكلمون النظام الجزائري ما هو إلا بيدق في يد السوعدة والإماراتين وكلما حيدوا ليمن من الخطاب كانوا يسحبوا الدعم لهم للنظام العسكري فالسعودية والإمارات رغم هما هذه الدول صديقة اللي هضر عليهم في الحوار الصحفي أنهم بغوا يسلفوه الأموال هذه السيادة والريادة ديلكم مشات لكم في تجربة بسيطة وبينو لكم النظام الخليج أنهم الأمور في سياسة الجزائرية وممنوع عليكم أنكم تتكلموا عنهم أو تبدوهم وعندما نسمي أنا بكل بساطة تخافوا ما تحشموا تخافوا من الإمارات والسعودية ولا تحشموا من المغرب والمغربة اللي هم جيرانكم من السبعين أنتم تتعاديوا في جيرانكم آش ربحتكم وتدعموا الجبهة الوهمية وتسببتوا بالفيدنا لا تتحشموا ولكن تخافوا حيثتوا اليمن لأن الإمارات والسعودية متورطة مباشرة في السراع هذه هي السيادة التي اصدعتنا رأسنا بها أين هي القوة الإقليمية وأين هي الجزائر القارة وأنتم لا تستطيع حفظوا على موقفكم لمدة ساعة من الزمن ومعامن مع الإمارات ثم مع السعودية ما ستقولون هذا بل يمنيين ستقولون لي هم لا يبقى لعبين لا يبقى لا يبقى ستقول لي كيلومر العدوان تسالة برحب اللين إذا كلمة اليمن أجهد ديبلوماسية الكيلو ليس للنظام العسكري أي سيادة فقدتوها قبل حتى يعطيكم القروض أما من إن ستعطيكم القروض ستكون مصيمة النظام يتغذى فقط على القضية الوهمية القدافية البخوروبي الرملية وعلى معادات المغرب سياسة الجزائر تقوم فقط على هذا الشق أنه يخسر يهرس المغرب وأنه يخسر المغرب فقط لكي المغرب لا يقف فلو كان مبدأ الدفاع على الشعوب مبدأ حقيقي ومآمن بالقضية لا تكون مسحته هذه الكلمة في اليمن ومسحتها بعد أول اتصال من محمد بن زايد العبد المجيد يعني في ضرف ساعاتي من الزمن تمسحت الكلمة من كل المنابر الجزائرية وبقى تلكلمة فقط في بعض المنابر الجزائرية لإنشارة الخبر قبل يومين وأنا كنظن أنهم سيحاولون أنهم يمسحوها في المنابر كاملة وحريبكم أن تدافعوا على المصالح من الشعب الجزائري قبل أن تفكروا في الشعوب الأخرى فالشعب الجزائري أحرى بهذا الاهتمام وهذا وهذا الصداع الذي يعملنا على الشعوب الأخرى والشعب لكم يعني الويلات أما الإعلام الرسمي فهو إعلام فاسد وتابع السيادة النظام العسكري والذي هو النظام العسكري تابع السيادة الخليج ومعنده حتى شيء مصداقية يغير في الخطابات ويتنفس الكاذب فضيحة سياسية وإعلامية عالمية بكل مقاييس كنتظروا من الجزائر أنها تخرج بتوضيح لهذه الأمراض ولكن غالبا لا يمكنهم يخرجوا بأي توضيح لأنه لا يوجدهم ما يوضحه في الأول خدامين اليمن ليبيا الفلسطين الصحراء الغربية إمارات السعودية تقلقوا عليهم يتطلبون التليفون قالوا لي ما كنت تخربوا ونحن إمارات السعودية وانتم طلبوا من العالم أننا إمارات السعودية نحبسوا الحرب على اليمن ما هو السياسة هذه إذن كلمة اليمن ما سيتشرحوا للشعب ما هو التفسير الذي ستقدم لتراجعوا على الموقف لأن اليمن ليس لا يوجد العدوان واذا كان العدوان في اليمن او في الصحراء المغربية او في فلسطين اين كان هذا العدوان مؤخرا من اتفرجوا الاخبار فاذا كانت تفرجوا في العدوان والحرب اللي كانت في ليبيا فكنتوا تحافظوا على الكلمة لأن كانت عندكم سيادة وطنية اما انتم سيادة مفقودة عندكم لانكم تقلبوا فقط على شكل غذائقكم الافلاس المالي موما الاخوان اتمنى لابا المعنى لدعي التكرار انا اخذلكم في الاخرى ديالفيديو المقالات كاملين كبار بشي يبعنوا لكم بشي تقدروا تتقرأواهم وتعرفوا شنوا واقع بالتقد كان معكم حاسم لمونا بيت السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا شكرا